موسيقى أهلا بكم مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا هذا يعني تغير الكثير من العادات والأنماط الاجتماعية المختلفة التي تعود عليها الجميع الآباء والأمهات والأبناء كل المجتمع في هذا الشهر الفضيل كالتجمعات طبعا كممارسة الطقوس الدينية في المساجد أيضا التجمعات الاجتماعية بمختلف أشكالها لذلك وجب التركيز على تدابير إيجابية تساعد في العناية بالصحة النفسية من خلال مجموعة من الطرق والتدابير البديلة لذلك تابعه وحول هذا الموضوع سيكون معنا في استوديو البرنامج الدكتور شمسان المناعي أستاذ علم النفس للحديث عن التغيرات الاجتماعية والنفسية المصاحبة لمجابهة فيروس كورونا وانعكاس ذلك على الناس خاصة في شهر رمضان المبارك أجواء استثنائية توافق وانسجام استغلال للوقت عنوين كثيرة رائجة في منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال الصحف المحلية فمع زمن كورونا تظهر الفرصة الحقيقية لاستغلال وقت الجائحة الحالية لتوطيل العلاقات مع الأبناء من خلال اجتماع الأسرة في المنزل ومن هنا لا بد من التخطيط الإيجابي لاستثمار الوقت بشكل جيد وتوزيع الأدوار والمهام للأولاد وإكسابهم بعض المهارات التي تتناسب مع أعمارهم من خلال أنشطة منزلية مشتركة مع الوالدين حسب رغباتهم وهواياتهم خصوصا مع قرب شهر رمضان المبارك واستغلاله بالجانب الإيجابي بالإضافة إلى تخصيص أوقات لممارسة الأنشطة الرياضية ومساعدتهم في التعلم عن بعد من خلال شبكة التعليم عن بعد التي طرحتها وزارة التربية والتعليم وتنظيم بعض المسابقات وتحفيزهم على المشاركة والعمل على تنويع البرامج اليومية لعدم الشعور بالملل وهي كذلك تعتبر فرصة للتعرف إلى احتياجات الأبناء ورغباتهم وميولهم ومراعاتهم وتوجيح الأبناء للجوانب الإيجابية التي تساعدهم في تخطي المشكلات الحياتية التي قد تواجههم في المستقبل بالإضافة إلى غرس القيم الدينية والاجتماعية وتوحيتهم بالأمور الصحية التي يجب اتباعها لوقايتهم من انتقال الأمراض المعدية إليهم خاصة النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي في فترة الأوبئة أهلا بكم من جديد مشاهدينا وأرحب بضيفي الكريمة الدكتور شمسان المناعي مساء الله بالخير دكتور يا أهل ويا مرحبا يا أهل ويا مرحبا الله يسلمك كثير مثل ما تعرف سلام كلها بأن العالم اليوم يشهد تغيرات كبيرة وهذه التغيرات انعكست على الناس بجوانب نفسية الإنسان بطبعه اجتماعي يحب أن يكون ضمن الناس ضمن مجموعة يخرج يذهب يختلط يخالط اليوم وجدنا نقضي أوقات كثيرة في البيت وجد الإنسان نفسه خايف من التعامل من الآخرين خايف منهم وعليهم وهذه كلها أمور نحن ممتعودين عليها لذلك كان لها أثار نفسية على الناس دكتور شنو أبرز هذه الأثار؟ طبعا أولا أشكر القائمين على هذا البرنامج أزمة كورونا العالمية لا بد أن نقر في البداية أنها شكلت حقبة جديدة في العالم بسبب الخسائر التي نتجت عنها في الأرواح وفي الاقتصاديات الدول وما إلى ذلك أهم الآثار التي ترتبت على هذه الأزمة هي الآثار النفسية فالإنسان في أي مجتمع من المجتمعات وخاصة في مجتمعاتنا الخليجية طبعا مثلت هنا التغير في نماط الحياة مثلت صدمة بالنسبة للأفراد سواء كان الرجال أو النساء والأبناء والأطفال وقيرهم شكلت صدمة للجميع من منطلق أن تقير نمط حياتهم فقبل الكورونا وقبل هذه الأزمة كان نمط المعيشة يسير على وثيرة معينة يعني مثل ما نقول إحنا روتين معين الحياة المتادين الحياة اللي إحنا تعوتنا عليها فجأة يجد الأب والأم والأبناء يجدون أنفسهم في البيت يعني تحت ما يسمى بالحجر المنزلي أو الحجر الصحي طبعا الحجر هو على من فيه اجتباه عليه أنه هو مخالط نعم نحن فيه مسألة يعني إجراءات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعي وعلى رأسه أنه نكون في منازلنا في حال أنه ما فيه ضرورة للخروج اللي ما نمارس ما كان نمارسه في الطبيعة الحياة الاجتماعية العادية نعم بالتمام يعني بالضب يعني ممكن أصبح الفرد ليس لديه الحرية اللي كانت موجودة قبل هذا الوباء صحيح يعني خلنا نكون صريحين يعني حريته أصبحت محدودة إلى حد ما يخرج من البيت لشراء حاجاته أو أخراضه لمهمة معينة لأن يعني العلاج الحقيقي لهذا الوباء يعني الى الآن لم يكتشف لأي دوام معينة أو محدد أن الوقاية تكون خير من العلاج نعم صحيح لذلك دائما نجد أن وسائل الإعلام سواء كانت المرئية أو المسموعة أو ما إلى ذلك دائما نشوفها هي تقول خليك في البيت خليك في البيت طبعا هذه طبعا يعني دعوة على أساس أن الوباء يشكل خطر على حياة الإنسان وإذا الإنسان إنسان ما مثلا خرج لمهمة من البيت على سبيل المثال واختلط بأفراد آخرين فقد يعني قد يكتسب هذا الفيروس من شخص مصاب به فهو عندما يرجع إلى البيت قد يؤثر على كل أفراد الأسرة لأن هذه الوباء هو سريع الانتشار نعم اتباع الإجراءات الوقائية هو دليل على وعي وتحضر أي مجتمع نعم واللا الحمد نحن في البحرين مجتمع واعي متحضر يعني المشاهد واللا الحمد بفرح أن أغلبية الناس يعني الأغلبية العظمى بصراحة يتبعون الإجراءات الاحترازية من وضع كمام من لبسخفازات من غسل إيدي من تباع الاجتماعي من جلوس في البيت أو خروج في حالة ضرورة هذه كلنا نحن نشوفها دكتور ولله الحمد وشيء يعني يعني يشكر عليه الدولة التي قامت بإجراءات استباقية ويشكر عليه المجتمع مواطنين ومقيمين الذين التزموا ووعوا لكن رغم كل ذلك دكتور نحن في سياق هذا العالم نشاهد ونسمع الأخبار والناس يعني في جلوسها في البيت تتابع الأخبار تتابع ما يدور تسمع وتفكر وتشعر وبالتالي نفسيا يعني في ناس انعكست عليهم بأثار بعضها إيجابي قد يكون وبعضها سلبي الآن شنو أبرز هذه يعني الانعكاسات النفسية دكتور تحديدا أولا يعني لو خذنا الآثار السلبية الآثار السلبية يعني تنعكس على بعض الأفراد إذا كانت مثلا في أفراد شخصيتهم يعني لا يميلون إلى العزلة لا يميلون يعني لا يميلون إلى أنهم يظلون في مقام معين دائما يحب يختلط مع الآخرين يروح مجالس يزور أماكن معينة فبالتالي اجتماعي طبعا ايه فبالتالي في البداية يعني يعني جلوسه في البيت في المنزل يعني يشكل له نوع من الصدمة يعني بشكل أو بآخر يعني كأنه قاعد يسأل نفسه يعني شا سوي وين وين أروح مع أن هذه الإجراء هو إجراء احترازي لحماية حياته مصلحته ومصلحة الآخرين وخاصة أفراد الأسرة ففي البداية كان في نوع من عدم التكيف مع هذا الوضع الجديد لكل يعني شعر بذلك خاصة أنه هذا الفرد يعني يتلقى التوجيهات من عدة مصادر يعني سواء كان يعني القنوات الفضائية من الجرائد من الإذاعة كلها دائما تحمل شعار واحد اللي هو خليك في البيت وخليك في البيت طبعا لها معاني كثيرة فبالتالي من هنا يعني في البداية مثل ما ذكرت لك أنه الأفراد اللي ما يحبون العزلة يعني يعني فيه أفراد يعني اجتماعيين أكثر من اللازم هو الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي يعني يعني يحب التواصل مع الآخرين ولكن هل ظهرت على هذلين آثار مثل قلق هو طبيعي بادر اكتئاب خوف أو فوبيا زايدة يعني هل فيه مثل هالنعكاسات لأنه نقرأ تقارير عالمية حدث عن ذلك نعم فيه آثار على هذا الشيء ظهرت في البداية هذا يعتمد على الاستعدادات في شخصية الفرد يعني فيه فروق فردية يعني نحن على أنهما شخصيتهم واحدة لا يختلف من شخص إلى آخر فلذلك الأفراد مثل ما قلت لك اللي يحبون يختلطون بالآخرين شعروا بنوع من التوتر شعروا بنوع من القلق شعروا بنوع من الخوف وخاصة أن هذه الأزمة هي أزمة يعني لا تعرف نهايته إلى الآن ولا يعرف يعني مصدر هذا الوباء وهناك مشكلات كثيرة ترتب عليها ومثل ما تعرف أنه خاصة رب الأسرة يعني رب الأسرة يريد أنه يضمن أو يأمن حاجات أسرته حاجات عائلته من القذاء ومن الأشياء الأخرى فبالتالي أصبح يعني في نوع من القلق وفي نوع من التوتر ولكن الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها الدولة مملكة البحرين طمنت الناس يعني سواء كانت فيما يتعلق بتوفير التوفر للقذاء أو سواء فيما كانت بأنه يعني من الناحية المادية المعيشية أن التوقف عن يعني أخذ ضريبة فاتورة الكهربان لمدة ثلاثة أشهر وكذلك تغريل أو واقف الأقصاد بالنسبة حق الأفراد المديونين هذه الخطوات الاحترازية التي قامت به الدولة كان لها أثر إيجابي في أنها أدخلت الطمأنينة على الفرد على الأب لأن الأب هو المسؤول وعلى أفراد الأسرة على أساس أن كل الخطوات التي قامت بهذه الدولة هي من أجل حياة الفرد وخاصة لما نلاحظ في الأخبار مثلا أن كيف أن عندما يريد أحد أن يدخل البحرين يدخل المطار مثلا كيف أن توفر لنوع من الاحترازية يعني تقصد الدكتور أن الإجراءات الاحترازية التي قامت فيها الدولة سواء الصحية أو الاقتصادية نحن نعرف الاقتصادية كثيرة وذكرناها في حلقات خاصة أبرزها يمكن الحزمة المالية الاقتصادية بأربعة مليار وثلاثمائة مليون وتوزعت كما نعرف على أمور كثيرة كل ذلك طمأن الناس نسبيا فيما يتعلق بإجراءات الدولة لكن في تغير نمط الحياة الجوانب النفسية ما زالت يعني جديدة على الناس والناس يعني مثل ما نشوف تلقفتها أو تعاملت معها تقريبا بثلاثة طرق هناك ناس سلبيين يميلون إلى السلبية والأخبار السلبية وأن يعني التعامل مع الوضع بأنه وضع سلبي ومتعب وفي ناس إيجابيين تتكلم بأن ولله الحند نحن قادرين نواجه ونحن وعيين ونحن بنقوم باللي علينا والباقي على رب العالمين وفي ناس اللي عندهم الفوبيا اللي هو الخوف المرضي دكتور نعم وهؤلاء يمكن احتاجوا حتى استشارات طبية نعم كيف يمكن التعامل مع السلبي وكيف يمكن يعني الناس الإيجابيين أن نخلي هذه يعني الإيجابية معدية نتنتقل منهم إلى من حواليهم أيضا نعم طبعا هو لا بد يعني يعتمر ذلك على شخصية الفر يعتمد على شخصيته مثل ما ذكرت أنت قد يكون الإنسان واحد سلبي يعني دائما مثل ما نقول احنا متشائم فهذا المتشائم يعني قد يكون عنده نوع من الخوف أو يكون عنده نوع من القلق على سبيل المثال فبالتالي رايح يعني لو لم يجد أي توعية رايح يرتفع عنده هذه الإحساس وهذه الشعور بالقلق وبالتوتر وبالخوف وبالفوبيا اللي هي الخوف المرضي نعم فمحتاج لها مساعدة الآخرين سواء من الأسرة أو من أخصائيين خارج الأسرة وهناك في فئة من الأفراد لا شخصيتهم إيجابية يعني مثل ما نقول متفائلين فهؤلاء المتفائلين يعني انظروا إلى الجانب الإيجابي من هذه الأزمة ولم ينظروا إلى الجانب السلبي يعني هناك إنسان مثل ما نقول ينظر إلى الجزء المليان في الكأس وهناك من ينظر إلى الجزء الفارق وبينهما هناك أفراد يعني ليس لديهم أي اهتمام وليس لديهم أي يعني يعني تحسس من الموقف على اعتبار أن هذه هو موقف عاري لا احنا لابد أن يتوفر غاربية الناس اليوم يشعرون ويتفاعلون مع ما يدور نعم واحنا مثل ما تفضلت يعني يعني لوقاية هذا المجتمع نبتعد عن الأشخاص السلبيين نبتعد عن الإشاعات نأخذ الإجراءات ونأخذ الأشياء من مصادرها أن الإشاعات تبث القلق والتوتر يعني تخلق أفعال والسلوكيات غير صحيحة نعم ويمكن العقل الجمعي يعني يتأثر فيها وبالتالي يكون أثارها سلبية خلالنا الآن في الجوانب الإيجابية دكتور إذا كان يعني الناس قاعد في بيوت هلأ نعم وشهر الخير يا الشهر الفضيل بإذن الله وهو فرصة أن الإنسان يعني يقوي من نفسيته يقوي من عباته من استغفاره وكل هذه الأمور يعني تجعل الإنسان قريب من ربه وبالتالي قريب إلى الطمأنينة وإلى الرضا شلون تصرف اليوم في رمضان سواء رب الأسرة سواء مع الأطفال الموجودين اللي متعودين على نمط حياة مختلف خاصة في رمضان في زيارات في أهل في طلعات كيف يمكن التعامل الاجتماعي مع ذلك هو طبعا يعني مثل ما ذكرت أن يعني طبعا الجلوس في المنزل له كثير من الإيجابيات فحقق نوع من الاستقرار النفسي لأفراد الأسرة يعني بدأوا الأفراد الأسرة يشعرون بأنهم بحاجة إلى بعضهم البعض لأن ما قبل الكورونا كان هناك نوع من التفكك في العلاقات الأسرية أما الآن أو التباعد أو التباعد يعني حكم طبيعة حياة عصرية متسارية بسيط فلذلك الآن عندما ينظر الإنسان نظرة إيجابية إلى هذا الوباء أنه أولا ركز على تماسك الأسرة يعني الأسرة أصبحت أكثر تماسك في ناس يعرفوا على بعض إلى الفترة داخل الأسرة داخل الأسرة يعني قبل الأسرة الأب ما كان مثلا يشوف حتى أبناء يوم أو يومين لأنه ممكن مثلا يومين العمل راجع وابنه يعني مثلا طالع وكذا صحيح الآن لا الآن هو بفعل هذه يعني الخطوات الاحترازية يعني أصبح هو موجود فبالتالي أصبح يعني الأبناء خاصة الأطفال والمراهقين اللي في بنات المراهقة يعني حسوا بإشباع الحاجات العاطفية الحاجات النفسية لهم فرصة نتعرف على أطفالنا أكثر دكتور ميولهم مواهبهم يعني يحصل نوع من العاطفة لأن مثل ما تعرف أن الأب والأم يمثلون قدوة ويمثلون نموذج بالنسبة للأبناء فلما يكون الأب يعني في موقف يعني احترازي خلنا نقول وفي موقف إيجابي ويركز على الجوانب الإيجابية طبعا هذه رح ينعكس إيجابيا على من على الأبناء وبالعكس وبالذات لابناء لازم نبعدهم عن كلام السلبي الحالة السلبية الشعور السلبي خاصة لأطفال منهم دكتور ولذلك عجبني قول كاتبة اليوم أمريكية تقول بأن العواطف أصبحت كالفيروسات بمعنى أن مثل ما يتنتقل الفيروسات فيروسات الكورونا من إنسان إلى أيضا العواطف نفس الشيء يعني لو مثلا قانت مشاعر الأب لو افتراض لمشاعر الأب أو الأم فيه نوع من الخوف والتوجس لأننا تعرف أن بعض الأسر حتى في المواقف العادية يتخف على أبناءها فلو عندهم درجة الخوف كبيرة ينعكس ذلك على من على الأبناء وخاصة إذا كانوا أطفال اللي هم مادون العاشرة ينعكس عليهم فيكونون يكتسبون هذه السلوك من 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 الأبواء بشكل غير مباشر يعني بشكل غير مقصود يعني هو الأب مبع يعني قصد أنه هو يجعل ابن يخاف مثل ما يخاف وهو لا هو يبي يعني يعني شجاع يعني يتفهم الموقف ولكن إذا كان الأب يتقمص يعني أو يأخذ دور أنه هو مثلا متوجس من المراض ويعطي نوع من النظام الصارم في داخل الأسرة فذلك يعني ما لازم نتعامل مع الأبناء دكتور نتعامل نتعامل على صحتهم النفسية أول طبعا نشرح لهم خطورة هذا المرض أو هذا الفيروس عشان بعد يأخذون حذرهم لنا اللي هال بعد لازم يأخذونه نعم وفي نفس الوقت ما نشعرون بالخوف الزايد بالقلق يعني في أطفال حتى تطلع لهم على عوارض أعراض نعم قرينا يعني على مستوى العالم أن في أعراض طلعت على أطفال نعم تباول إرادي في النوم اقترابات النوم اقترابات النوم الخوف غير مبرر في أطفال في أعمار التسع والاثناشر سنة نعم يتأثرون بشدة أكثر من نحن الكبار شون نتعامل معهم دكتور هو أولا التعامل يعتمد على طبعا مثل ما ذكرت الأب والأم خاصة فلابد من أولا إذا كان يعني الأطفال بينهم فروق فرية وإن كانوا أخوة صحيح لابد أن توجد بينهم فروق فرية فلابد إذا الأسرة الأب والأم وجدوا أن عندهم طفل قلق يعني في أطفال يعني 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 شخصياتهم فيه نوع من القلق نعم هذه الفئة لابد أن أنا يعني أول شي يعني يعني ما خلي يشاهد الأخبار التلفزيونية اللي تبثها بعض القنوات اللي فيه نوع من الرعب ونوع من الخوف فأحاول بقدر الأمكان كأب نعم نعه أيضا ممكن أن أنا أهون الموقف له يعني ما بالق في الموقف لأن فيه أسر يعني خاصة الأب والأم يبالقون في الموقف عندما يتحدثون مثلا جلسين مع بعض على مائدة الطعام أو في مكان ما تجدهم يتكلمون والطفل موجود قاعد يستمع الطفل هو قاعد يستمع يعني وأهم بالمقابل يعني ما يدرون أن هذه الطفل يلتقط كل المعلومات ويتأثر أكثر من غيرها فبالتالي لو قالوا والله اليوم في عشرة آلاف وفاة في دولة معينة من الكورونا أو في مثلا الخسائر اقتصادية بلغت كذا أو إلى إذا ذلك تجد هذا الذي يتأثر بأكثر من الطفل الطفل لأنه لا يوجد مناعة نفسية من خيالات تتوسع مناعته في طور التطور فبالتالي هو يحتاج إلى الدعم النفسي أنا أعطيك مثال دكتور يعني كثير كانوا يتكلمون وهذه الكلام غير محبب حتى نقول إعلاميا كان فيه يعني واحد يصف لي أو يقول لي أن الكثير كانوا يتكلمون أن الكبار السن هما الأكثر عرضة الكبار السن هما الأكثر عرضة لهذا المرض يعني مخاطرة وآثار السلبية فكان عندهم ياه يعني فكثر هالكلام جدامة فكان يقولهم يعني أنا يدي بيموت فكان ياه الخاف وبدأ يصيح فلازم نحمل هالما مثل هذه نعم والأهم أيضا حتى كبار السن لازم نقدر مشاعرهم لأن لما نقول هذه الكلام جدامهم بعد هذي شيء سلبي وغير إيجابي بالعكس يعني نحن نطرح فيهم دائما يعني أو نحاول نزرع فيهم التفاؤل بإذن الله والطمئنان نعم وإحنا كلنا مؤمنين يعني كل آجالنا وحياتنا وأمورنا معلقة عند رب العالمين الكبار السن شلو نتعامل معهم متعودين للي يروح المسيح صلاة التراوية حالي يعني يتيمعون يتقهون صح قد لا يكون هاي موجود السنة إن شاء الله السن رياي رمضان يرجع وإحنا في كل خير بإذن الله ولا فاقدين ولا مفقولين إن شاء الله شلو نتعامل مع كبار السن دكتور كبار السن يعني في مرحلة تفكيرهم علماء النفس يقولون مثل الأطفال مثل الطفل فبالتالي هو إذا مثلا يعني وصل إلى سن سبعين أو خمسة سبعين سنة غد يكون في نوع من الخوف يعني البعض غد يكون في نوع من الخوف فبالتالي لابد إن الأبناء اللي في الأسرة أو أفراد الأسرة إن أهمأ أيضا يعني مثل ما نقول إحنا في اللقاء العامية ما يزيدون عليه ما يهولون من الموقف جداما ما يقولون كيف حدث كذا أو كذا لأن في ناس يحبون ينقلون المعلومات ويحبون ينقلون الأخبار فراح بيت أخو أو بيت يعني أخته وما إلى ذلك ويأتي بهذه الأخبار فبالتالي لا بد من التهوين من الموقف كذلك لا بد من الحرص على يعني يعني الاحترام المعاملة التي تقوم على الاحترام لأنما كبار الصن يحتاجون إلى الاحترام من قبل الأبناء نعم لأن يحسون بالأمن وطبعا نحن مثل ماذا كانت في البداية نحن ولله الحمد يعني كمسلمين مقبلين على شهر رمضان وشهر رمضان شهر مبارك وطبعا إن كانت طبعا العبادات سوف تتم في البيت كما هو مطروح الآن فهذه رايح يساعد على تنمية الوازع الديني الوازع الروحي عند كل أفراد الأسرة لأن كبير السن بطبيعته هو دائما يميل إلى هذا الجانب الروحاني ولا يميل إلى الجانب المادي فبالتالي نجد أنه رايح يعني مبس عنده هو كبير السن نعم حتى عند الأطفال رايح ينمي الوازع الديني نعم أو الجانب الروحي لأن ولله الحمد نحن يعني دين الإسلامي دين يعني دين يأكد على أن المؤمن لا بد أن تكون نفسه نفس مطمئنة طهي ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم فلا بد أن تكون نفسه مطمئنة وأن المؤمن لا يخاف من أي ابتلاء لأن الابتلاء هو من الله سبحانه وتعالى نعم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر وهو شر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلموا ونعم بالله نعم نعم اليوم في هذا المجتمع إن شاء الله المؤمن مثل ما تفضلت والمؤمن أمره كله خير يشكر ويصبر ويعني الناس يمكن أن يكون عشرات الأسباب للنظرة السلبية لكن نحن كمسلمين ومؤمنين من كل الأديان يعني نحن نعرف أن رب العالمين هو الحافظ أن كل مرة قريب يجيب دعوة الداعي ولذلك حتى على المستوى الأسري دكتور أن من الممكن أن يكون فيه لمة أسرية أكثر في رمضان داخل البيت يصلون صلوات جماعة مع بعض صلاة التراويح ممكن داخل البيت يعني وأيضا ممكن قراءة القرآن مع بعض خلق عادات يعني مشاهدة تلفزيون مع بعض يلعبون للعاب شعبية مع الكبار السم مع بعض ممكن خلق هذه الأجواء الجميلة داخل البيت لحفاظ على نفسية الأسرة والصحة النفسية أنا شكرا لك كل الشكر دكتور إذا ما عندك كلمة أخيرة في الختام أنا كلمتي الأخيرة اللي هي يجب على الأسرة خاصة الأب والأم أن أهم يستقلون شهر رمضان الفضيل في الجانب الروحي الديني كل الشكر والتقدير لك دكتور شمسان المناعي شكرا لك شكرا لك الله يسلم كما أشكر لكم مشاهدين حصنا المتابعة نلتقي على خير إن شاء الله الله أحبتكم في أمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لك